الخبر اللي جاي خلينا نتكلم هنا عن الاتحاد المصري لإعاقات الذهنية واتكلمنا عن هذا الملف وبرده الملف اللي هو الخاص بذوي الهمم لا فيه هنا شغل بجد محترم لهذه الفئة اللي بالمناسبة هي فئة كبيرة جدا خلينا أقول لحضراتكو لأننا عشان كده بقولك تهتبين وراء لأننا منزلة دراسات أنا بحب دايما كده بالمعلومات وبلغة الأرقام أننا أتكلم خلينا أقول لحضراتكو كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هنا نسبة بقى نسبة ذوي الإحتياجات الخاصة بتمثل كم في المية لأن البعض بيفتكلم هي 2% 3% 10.5% يعني 10.5% من إجمالي تعداد السكان فحضراتكو دي نسبة ما هيش صغيرة أبدا فلما نيجي نتكلم عن هذه النسبة ونيجي نتكلم أن فيه اهتمام أصبح مؤخرا من بعد على فكرة فكر لما كان 2018 بردو سيات الرئيس كان قال أنه هيكون عام ذوي إلهام طب هل إحنا سمعنا حاجة زي كده زمان؟ بلاش هل كان زمان عندنا الثقافة حتى في المدارس وفي الجامعات أن إحنا نشوف الفئة دي ونبتدي نتعامل معهم كأنهم ناس طبعية كان فيه تنمر بيحصل كان فيه أسليب مش حلوة على فكرة حد هذه اللحظة أنا بحب دايما أن أبقى صريحة يعني أنا من الناس الصريحة جدا لحد هذه اللحظة بيحصل تنمر ولكن فيه ثقافة حصلت على الأرض بشكل كبير جدا قدت أن حتى لو فيه النسبة قليلة هي دي النقطة النقطة التانية عندك في الدستور أصبح هناك حقوق وامتيازات لهذه الفئة موجودة لم تكن موجودة في السابق البتدت دلاتي بقى فيه حملات توعوية بشكل كبير جدا ففيه على الأرض حاجات بتحصل قادرون باختلاف إحنا بنتكلم في التقرير اللي جاي لحضراتكم هتشوفوه ده دي نسخته الرابع اللي حنحتفل بيها بإذن الله كلنا مع بعض اللي من خلالها ذوي القدرات الخاصة أو ذوي الهمم بنقدر أن إحنا نشوف بيقدموننا إيه من الفن نقدروا يعني ما فيش حاجة أسمع عشان أنا مثلا عندي سباشل كيس أن أنا خلاص شخص ما تكونش ليا إبداع أو شخص أكون مليش لازمة في المجتمع بالعكس إحنا بنحاول نخرج من الفئة دي أجمل ما عندها فخلونا نتابع التقرير عشان حضراتكم تعرفوا بالزبط بس نرجع تاني بعد كده علشان فيه بلغة الأرقام برضو عايز أكلم حضراتكم في كذا نقطة خاصة بيوم نتابع نرجع نكابل أنا جاي النهاردة عشان عايز أنضم القادرون باختلاف عشان نفسي قابل سيادة الرئيس لإني بحبه جداً وبعتز به وفخور به لإنه كان ليه سبب بعد ربنا في مشاركة دول همم وقادرون باختلاف في جميع أنشطة سواء الرياضية أو الاجتماعية فعشان كده أنا عايز أقابله وأشكره وأنا جاي النهاردة عشان أنا عندي موهبة الإلقاء والتحدث سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية النهاردة أنا جاي أختبت في التقليل وتمثيل واللي شجعني أن أنا أجي بابايا قال إن شاردة أنا حبيت أن أشارك عشان بقليك لزي سنة عايز أشارك فحبيت أن أشارك النهاردة بستبرار جدا إن شاء الله أبدا إن شاء الله أنا جاي النهاردة عشان أقدم في الموزيع أو تقديم في اختبرات حفل القادرين باختلاف للاحتاجات الخاصة وإن شاء الله هتقبل إن شاء الله نحن السنة اللي فاتت شرفنا أن احنا حضرنا مع سادة الرئيس في فقرة إسأل الرئيس ومكة قابلت في الاختبرات السنة اللي فاتت وقدمت فقرة وفعلاً سألت السؤال ده السنة دي لما الاتحاد نزل البروجرام بتاع التقديم قدمنا وجاينا نقدم السنة دي يا تقديم يا موزيع إن شاء الله ونتنقبل بإذن الله أنا بطل مصر والعالم في إيطاليا وإستراليا في السباحة أخذت البطولات المحلية والبطولات العالمية وطلعت مع سادة الرئيس في حافرة القادرون بالاختلاف مع دونيا سامير غانم أنا جاي علشان أتقدم أخذت ثالثة في برونز في سباحة وأخذت تانية في البطولة في سباحة وأخذت في الجاري اللي أقول في الجاري وأخذت بطل في كوة وجمالية في سباحة وأخذت برسل في النينة وأحب شوكي كله اشتراكت قبل كده في النسخة التانية كنت بقدم موزيعة مع جاسمن طهة وكنت بقدم وبعدين عملت حوار في إسأل الرئيس سألنا رئيس شوية أسئلة وكان كل مجموعة زمائلي كان معي وطبعا كان الفناني الكبير اللي كان معنا وستاذ أشرف عبدالباقي كان معنا طبعا المصر الحياة دي لما عملتها نزلت في العيد والنسخة اللي تفرجت عليها اسمها كنز الدنيا وكانت حاجة جميلة ودي بقى السنة دي بقى السنة دي الدرباتي بقى حشترك في التمثيل إن شاء الله كنت جاي عملت ترسيدا نورت وأنا بطلت الأشقاء العربة على 15 دول عربية مركز أول باسم مصر وبطلت الأمارات مركز أول على 5 دول عربية مركز أول مصر في الفتنس وبطلت كارتاح زمي سويت وبطلت جار أنا أخذوني أول منتخب سلة وبإذن الله بإذن الله هطلع بطول تعالى أول مالله بكي هنا كل يوم بس أستعبت في بيتي يعني بعض عنا بتبطر بفرقة ببعض روصة أسألها في بطولة يعني منكسر الأول إن شاء الله هخوش روبيات الخاصة علشان حخصة فيها وستني منكسر الأول بطلع الأولى وشان أستلمها حسنا حسنا في المنانة بعد كده صحة بعد كده على مطبخ إن شاء الله ونحسنا في المنانة وحتفظ على عيد هلاد وبحبك أبي بشكريك على كل حكي عبرتها لشان أنا هشكر لله سعملتها حسيسيكم والايا وحمام قابلت معا وشالكت إيه في قائرة في يوم وموالت إيه مصر يا أنشودة الدنيا واغنية الشعوب يا كعبة الأحرار رنة وتافة مصي في القلوب يا أمي أبطال الفنون يا أمي أبطال الحروب يا جنة تعتذب الأسرار بين شزا وطيب شد الدياي ونوري كلها بدروبي تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر أنا بحب نادي الأهل كتير 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 والله العظيم يعني الواحد لما بيشوف حاجة زي كده بيفرح بجد ده الإحساس اللي بيجي الأول وأهلة تحس أنه بتتعلم يعني احنا الكلام ده قلناه قبل كده حتى لما ضيوفنا كانوا معانا هنا من ذوي إلهمة في رياضات مختلفة وبمناسبة كانوا أبطال لو أنت فاكر يا كريم وكان من الأقسام وكان من الكفوفين وغير وغير وإعاقات ذهنية بالمناسبة وكانوا برضو بيشاركوا في بطولات وكانوا بيكسابوا فده بيديك أمل أنه إحنا ممكن نكون البعض مننا سليم جثمانيا بدنيا لكن مخه هو اللي فيه مشكلة أو الإعاقة في الفكر الإعاقة في عدم القدرة على أن أنت أصلا تستوعد أن أنت ممكن توصل لأي حلم أنت عايزه طالما أنت عندك الإرادة وعندك الهدف حتقدر توصل مفيش حاجة اسمها كده مش مهم السعوبات مش مهم مين بيوقفك مش مهم مين بيغير مش مهم الكلام ده كله بس بتوصل في الآخر لما بتبقى عايز فالناس دي بقى رغم كل ده ودي حاجات بقى يعني تفوق المصاعب اللي احنا بنقابلها بدرجات يعني عالية جدا شوفوا قد إيه بيقدروا أن هم يوصلوا أنا بس عندي نقطة كريمة ولو أنت تتفق معايا أنا رسلتي للأهالي لأن أنت دلوقتي بتتكلم المجتمع فكره تغير الدولة اهتمامها يعني غير مسبوق بصراحة ما شفناش ده زمان إنما الأهالي فيه منهم لحد هذه اللحظة بيخافوا على أولادهم بالزيادة لدرجة أنه هو ممكن يبقى قافل عليه ومش عايزوا يتعامل مع العالم الخارجي فرسلتي للناس دي لأن أنت ربنا يديكم الصحة طبعا كأهالي بس أنتوا مش هتعشونهم على طول لازم تعودوهم إن هم يتقبلوا من المجتمع ويتقبلوا نفسهم في المجتمع ويعيشوا يبقوا جزء منه لأن هم بالفعل جزء منه فالدفع الأولى لازم تيجي من البيت أنا بتمنى كل البيت عنده يعني شخص أو بطل زي كده إن هو ما يخافش عليه يسيبوا ينطلق في الدنيا يحقق ذاته يعني زي بيبتقال كده كفية اللي هو فيه ما تقفلش عليه واتموته بالحياة كمان يعني نتمنى الرسالة دي توصل للجميع لأن أولادكم بجد عندهم مواهب خاصة عندهم قدرات خاصة يمكن إحنا مش شايفينها وهم ممكن يكونوا متفوقين عندنا أو عننا بشكل كبير جدا أنا آخر حاجة بس عشان ما أطولش في هذا الملف لأن بالنسبة لي ده من الملفات اللي أنا بحبها جدا يعني أو باهتمي بيها كتبول لحضراتكم احنا نسبتهم بالزبط عشرة أو 10.5% من تعداد السكان في مصر تحديدا بقى يا كريم برضو عشان الناس تبقى عارفة هنا ذوي الإعاقة 8 مليون فاصل 6 مليون شخص ده اللي هما ذوي الإعاقة اللي زي ما يبتقال عليها شوية بسيطة بعد كده عندك 6 مليون فاصل 6 برضو بتبقى أصعب شوية مليون وستمية اللي هي الكبيرة أو الصعوبة الشديدة العقل الشديدة أوي و 390 ألف شخص ده يعني زي ما يبتقال لدي أو لديه صعوبة مطلقة يعني بتبقى الكيس شوية مش حلوة أبدا بس فئة كبيرة موجودة وسطنا نتمنى أن هي تقبل لأن هي مش هينفى حتى أنت تعرف لو أنت مقابلتهاش في المجتمع أو تنمرت عليها هي مش هتبقت مختفية هي كده كده موجودة استغل أو يعني اقبل غير وعلم ولادك أن هما في المدارس يقبلوا الغير يعني أنا أفكرة على الفكرة إحنا صغيرين كنا بنشوف أطفال بيعودوا يتنمروا على حد لما بيكون من سبيشل نيتز يعني كنت بدافع عنهم بالمناسبة بس كان فيه غتة كده أصفال أنا معرفش يعني نتمنى نتمنى ده يختلف الفترة اللي جاية كمان طالما فتحتي بقى باب الرسائل المجتمعية الموجهة لأولياء الأمور زي ما قلنا الأولياء الأمور اللي عندهم أطفال أو أولاد عندهم الكيس دي فلازمي وبرضو زي ما أنت بتقولي ما بيقوش أفلين عليهم بزيادة في رسالة تانية كمان لأولياء الأمور اللي ربنا أنعم عليهم بأطفال أسوياء واللي في بعض مش دايما في بعض الأحيان ممكن تلاقي توجه عند الأسرة دي لو هي موجودة في مكان عام أو في مكان مثلا للعب الأطفال أو كذا ممكن ممكن نلاقي أم بتقول لابنها ما تلعبش مع الولد الفلاني هذا الإطار فطبعا دي حاجة تعيسة جدا احنا نتكلم على دمجهم في المجتمع بشكل ناعم وسالس وبالمناسبة نهواند كتب تقول أن هما نسبتهم في المجتمع 10% ودي نسبة مش قليلة حتى لو كانت نسبة قليلة حتى لو واحد بس هو حق هو في الأول وفي الآخر بين آدم ومواطن زي بقية المواطنين ده بالعكس لنفوض أنه يتشال على الراس وعلى الصعيد الرياضي الرياضيين منهم بصفة خاصة احنا كل مرة كنا بنستضيف منهم نمازج مضيئة منورة كانت حديث العالم في بعض الكيسز لبعض اللعيبة اللي كانوا موجودين معنا أشخاص ملهمين بكل ما تحمله الكلمة من معنى أشخاص المفروض يخلونا احنا كأسوياء البعض مننا المفروض يختشي الناس اللي أو الله يعني حتى نفسها في إعاقة يعني فكرية تقولي ايه من شوية وقلت ايه الناس عندها إعاقة في الفكر الناس دي المفروض تتكسف وتختشي لما تشوف اللي الأبطال دول بيعملوه ما بالكم لو كانوا أسوياء لما الناس دي في وسط الظروف القدرية الصعبة جدا واللي تستعي يعني تستدعي وجود نفسية قوية وأهل عارفين كويس أوي زي يتعاملوا مع هذا الموقف أو مع هذا الكيس الحدوتة دي ما هياش تفضل مننا كمجتمع ده واجب علينا مسألة الدم عشان برضو بعدش يمكن احنا طويلنا شوية في الملف ده بس هو ملف يستحق وفي حاجات كده ما ينفعش تعديها وخلاص لا ده شيء لازم نتكلم عليه وحنفضل نتكلم عليه لأن ده دورنا وزي ما كريم قال برضو احنا بنستضيف منهم رياضيين أبطال فلازم ده دورنا ان احنا نعمل وعي في المجتمع ترجمة نانسي قنقر